ولتعليق أكثر ينضم إلينا من القاهرة دكتور وائل صفوة مستشار سابق بمنظمة الصحة العالمية أهلا بك دكتور وائل دكتور نبدأ بتعليق عن ما يجري ما جاء في كلمة جوتيريش وضع إنساني كارثي تحذير من انتشار شلل الأطفال ودعوة إلى حملات لتطعيم الأطفال هناك طيب أنا طبعا الوضع مأساوي طبعا بالتأكيد مش بس في موضوع الأوبئة طبعا من أول الحرب من 7 أكتوبر لحتى الآن ففي إنذارات وتحذيرات وشواهد لمجاعات ونقص تغذية ونقص في المياه وانتشار لأمراض مزمنة لأن الأدوية مش موجودة وطبعا غير بقى الإصابات اللي بتحتاج علاجات وعمليات تقام بدون تخذير موضوع طبعا الأوبئة في أي مكان ليس جيد في المعيشة وليس جيد في النظافة ولا يوجد مياه وتغذية ضعيفة أكيد أي أوبئة ممكن تنتشر كان في فترة الأولية في الصيف كان منتشر الكوليرا والأوبئة اللي هي بتسبب نزلات معاوية وطبعا حالات بسيطة يمكن في حالات شراء الأطفال اللي هو المفروض تم محوه من العالم كله بس بتدينا نشوف سرائلات جديدة في بعض الأماكن والمنظمة معنية بهذا الموضوع بتعمل حملات بس الوضع في غزة تفاقم وزاد بشكل كبير الأطفال ليس فقط يعانون من القنابل والسواريخ والمأساة الإنسانية أو الكوارث بقى الصحية النفسية ولكن طبعا يصابوا بالعدوى كان أقصدها النزلات المعاوية المنتشرة في أطفال كثيرة في العالم بس بزيادة كثير جدا في غزة والآن شراء الأطفال كمنظمات وجهات أممية ودولية ماذا يقع تحديدا على عاتقها كمسؤوليات طبعا منظات أممية منظمة الأمم المتحدة هي منظمة من ضمن منظمات مختلفة مثل مجلس الأمن واللاجئين وبالتأكيد لازم يبقى فيه تعاون أكيد دولة إسرائيل عضوة في هذه المنظمات داود أمريكا بعض الداعمين لإسرائيل في هذه المنظمات بس وسطهم عالي للأسف فإيقاف الحرب هو طبعا الحل الأول والأمثل والمطالبات العالمية به والآن نجد أن الحرب تتسع وتدخل فيها اليمن ولبنان من وقتنا لآخر وإيران أيضا فدور المنظمة محدود في موضوع الصحة توفير الأدوية توفير العلاجات إيصال المساعدات الكثيرة مرضى السكر والسرطان لازم يوصل لهم الأدوية بتاعتهم إلا سيموتوا الأطفال يجب أن تتوفر لديهم حضانات أو ردع بمعنى أصحي تتوفر لديهم حضانات البان الأطفال وطبعا التغذية السليمة والمياه السليمة هو ده اللي في إيد المنظمة للأسف حتى منظمة الصحة انقطع الاتصال مع الفرق داخل فلسطين وداخل غزة بشكل كبير وتأثرت هي والأونر وكيانات دولية كثيرة ولا حياتها لمن تنادي الإسرائيل تضع ودنب من صين ودنب من عجين لا تسمع لأي جهود وبالتأكيد استهداف في سيدات لكن هنا بالمقابل دكتور وائل هل ما بذل من جهود سواء من قبل منظمة الصحة أو باقي المنظمات التابعة للأمم المتحدة تعتبر كافية للنهوض بهذه الكارثة الإنسانية للأسف وأقولها بمنتهى الثقة كمسؤول سابق أو كمستشار سابق طبعا لا ليست كافية المطالبات بإيقاف الحرب يجب أن تتبعها تنفيذ لهذه الفعلات وليست بس لحفظ ماء الوجه الناس بتعاني وبتموت احنا بنتكلم على عشرات الآلاف من الشهداء ومئات الآلاف من الجرحة والمصابين بمشاكل نفسية فدور المنظمات الأممية أن تقف بقوة أن لا تستجيب ولا يتم جرها إلى ما تريده الأجندة الأمريكية أو الأجندة الإسرائيلية وداعمهم لأن احنا في وضع كارثي على الإنسانية كارثة في القرن الواحد وعشرين أكبر مسبحة تاريخية وأكبر كارثة إنسانية فالنداءات والاجتماعات والمؤتماعات الصحفية ليست كافية يا عاملة زي ما بيكون حد بيكلم بيشرح بس الموقف كما أنت أنت اللي في إيدك الفعل أنت اللي في إيدك تقبل الحكومة الإسرائيلية على وضعها أمام مسؤوليتها التاريخية طيب دكتور يعني حضرتك كما تفضلت مسؤول سابق بمنظمة الصحة العالمية هل يعني خلال ممارستكم لعملكم عايشتم ربما وضعا كالذي يجري كارثة بحجم ما يجري بقطاع غزة أنا أسفة أنا كنت مستشار للمنظمة وليست مسؤول في المنظمة وأنا اللي غلطت بس في طبعا مستشار سابق طبعا على مدى 30 سنة تقريبا كنا بنشوف مآسي ومشاكل كثيرة كانت اليمن لأن اليمن كان فيها حرب في الفترة الأخيرة من 10 إلى 15 سنة اللي فاتت السودان طبعا مؤخرا وكان فيه دايما مشاكل أهلية ومشاكل في السودان هنقول الدول اللي فيها نزاعات بصفة عامة في سوريا طبعا من الأماكن اللي كان فيها مشاكل وعلى فكرة طبعا فلسطين كان من وقت إلى آخر بتحصل فيها مشاكل بس ليس بهذا الحجم وهذه الجرأة وهذه العنجهية اللي بتحصل أطفال وبيولدوا ويموتوا بنقص الحضانات التطعيمات غير موجودة طبعا المنظمة دلوقتي بيتنادي أن التوفير للتطعيمات طب هتخش التطعيمات إلى القطاع إزاي هتروح للناس اللي في رفح اللي عايشين في خيام إزاي هتوفر لهم أماكن آمنة وجيدة للعيش إزاي هي يوميا في غارات يوميا في استهداف كل يوم بنسمع عن أماكن بتستهدف اللاجئين قاعدين فيها زي مدارس زي أماكن أخرى وبالتأكيد لا أحد يحاسب لا أحد يقف أمام القوة العسكرية الغاشمة مش بقول لها قوة لأنها قوية لأنها غاشمة بتبطش بدون أي وعي وبتبطش وبتبقى يوميا في مجازر بنسمع عن مئة شخص تتوفى في مدرسة تاني يوم مئة شخص كان بتوفوا في جنازة يعني حاجات كثيرة جدا الواحد وأنا بتكلم والله مش مستوعب أن احنا بنوصف الوضع ده ومش عارفين السبعة مليار وستة وستة من عشر وستة مليون شخص في العالم وقفين مزهورين اللي بيحصل في مظاهرات ومواقف من الشعوب في العالم الغربي أكثر كتير من اللي بيحصل في العالم العربي ده على مستوى الشعبي الحكومات قاصرة الحكومات بتحاول قد ما تقدر بتنديدات ببيانات إنما الوضع لو استمر على كده المليون وتمنمية ألف شخص سنجدهم بعد قليل مش موجودين مش عايشين في الحياة ستنتهي القضية الفلسطينية بوفاة الناس وليست بالحل والحلول السلمية شكرا جزيلا دكتور وائل صفوة المستشار السابق بمنظمة الصحة العالمية كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا